لا انا اقصد ان انت تتلات حالات بزبط يعني احنا ده الفكرة كلها كنا مرة تكلمنا مع حضرك هنا كابتن اسلام ان مشكلة منتخب مصر مع كيروش حاجة واحدة بس ظهرت في امم افريقيا التحولات الهجومية بتاعتنا عاملة ازاي في المتشاطة الكبيرة انا ما نتكلمش حتى على المتشاطة الصغيرة انا كان في المتشاطة الكبيرة لما بنمسك الكرة هنعمل ايه هي دي انا شايف ان دي الازمة الوحيدة اللي ظهر معنا بشكل كبير مع كيروش احنا المتش الاولاني للذهاب كرة عمر السلية لصلاح في الاول كانت جملة واضح ان يعني مترتبة لان مصطفى محمد طلع ان هون مفروض هيسندها وصلاح كسر وكانت فيها جملة طب لماذا بنكررهاش باساليب مختلفة نعتمد على سرعة محمد صلاح لان محمد صلاح مش ياخده كراوي رأس صح فالنهاردة ماتش كودفوري لحد ما كانت دي نفس المشكلة ماتش الكاميرون كان دي نفس المشكلة السنغال الامر افريقيا نفس الماتشين بتوع الزهاب والقياب كانت هي نفس المشكلة احنا بنقف دفاعيا كويس جدا يعني السنغال نظريا هنتكلم في اجمالي 120 دقيقة اياب وال90 دقيقة ازهاب هنتكلم في ثلاث فرص للسنغال يعني اللي هما مسكين كنا عام ثلاث فرص مصر كان لها فرصتين في مباراة الاياب النهاردة كنا نقدر الفرق الافريقية اعتقد حضرتك كمان تفتكر الكلمة كان مستر مانو الجوزيه دايما يقولها ان دايما المدافعين الافرقى حتى لو كانوا محترفين دايما عندهم مشكلة لما بتضغط عليهم بشكل معين او بتلعب لهم الكور العكسية بيتلغبطوا بيدربوا في بعض الأخماق وده اللي حصل لما زيزو مصطفى محمد نزله كورة الوحيدة اللي زيزو عمالها قطع لجوة الجون بالزبط لعبت له كويس صلاح لما راحل شماله لعب الكورة العرضية لزيزو لعبها بدماغه يعني كان فيه شكل تقدر ان انت تلغبطهم لكن انت سبتهم ان هم لعبوا براحتكو ونواقف مرصص الدنيا ربنا كرمنا في كورة بتاعتنا حمد الشناوي يعني دي كانت يعني حمد الشناوي كان على فكرة اي حارس ممكن في اللحظة دي يقف مثلا بعد الكورة مكاسة لكن الشناوي لعب على الرزق بتاعه او الحيط بتاعه تعرف ان احنا فيه ناس كتيرة جدا اللي شافت اما الكورة دي تصدت نتقلم منها اه اصلا يا كابتن ده جمع اصلا من ربطتها بالكورة اللي احنا مسلا قفلوه اثنين وقبل كده يعني بس انك محضرش قبل كده اوي بس من اول قفلوه اثنين مثلا بواع كورة احنا بجعنا كورات غريبة في الجزائر والمغرب وهكذا فاحنا قلت بقى شبهها بقى هتيجي معانا هذا العمارة مثلا من كان في الزبط من تحت الجزائر جون تحت الجوب يحطبط من رجل الانه فوق العرب بالضبط وبرض في العودة هناك في العودة ده برضه وطرق السعيدة دا مغرب فلا احنا شوفنا احنا عاشنا سيناريوهات صعبة تقريبا ده اصعبهم يعني بعيدا طبعا الستة واحد داعت غانا وماجي طلبة طبعا وبركات في الجزائر باركات الجزائر ده كان الناس ده كان السيناريهات زي دي عدت علينا كتير بس دي كانت صعبة بس الحمد الله احنا ما شوفناش سيناريو الجزائر والكاميرو ده كان اصعب برضه احنا كان انا وجهة ناظرة كابتن اه طبعا احنا قدينا اللي علينا واللعيبة قدت اللي عليها وكمجهود ويشكره وكل حاجة ولكن اعتقد كان نقدر نبقى شكلنا افضل من كده